السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن عشبة مهمة جدا جدا لتأسيس الفراخ البلدي البيض طبعا الفراخ اللي قدامنا دي عدة الشهرين يعني حوالي شهرين ونص أو 3 شهور يعني اللي 10 ايام كده يعتبر كام 60 تعوالي 80 يوم 75 يوم في الحدود دي هنا بقى بنبدأ نشتغل على أعشاب أكتر علشان زيادة إنتاج البيض وعشان تأسيس عن قوض البيض طبعا احنا مستخدمين حاجات جميلة جدا وممتازة من أول يوم وحاجات فوق الروعة علشان خطر الكلسام وعشان خطر البيض يكون كبير والبيضة ما تكونش طرية كل الكلام دوت موجود في الدورة دي من أول عمر يوم لو حابة تشوف دورة الفراخ دي من أول عمر يوم اكتبي لي في التعليق فنحط لك الربط علشان برضو الحاجات اللي احنا بنعملها دي أن تجيب معنا النتيجة كويسة والفراخ بتاعتك تبشر ببيض من أول أربع شهور ولما تبيض كمان البيضة تكون كبيرة مش تكون ضعيفة ولا تكون إشرتها ضعيفة ولا مثلا في ناس كتير قوي تحصل عندهم مشكلة أنه هي بعد الفراخ ما تبيض وتبشر بالبيض يوم واثنين وبعد كده تقطع بالشهر والشهرين طبعا ده بيبقى حصل ليه؟ لأن عن قوض البيض بتاع الفراخ مش متأسس كويس أنت ما هتبتش لهم الحاجات اللي تنشط ليهم العنقود ويبقى ما شاء الله كبير وحلو ومستعد للإنتاج دين نقطة نقطة تانية نوعية الفراخ نفسها مهمة قوي 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 ودايما نتكلم عن الموضوع ده علشان حبيبي اللي لسه جداد في القناة واللي ياريت أقام ما تدخل لي القناة خدي فكرة عن المعلومات والحاجات اللي موجودة في القناة يعني إن شاء الله هتعجبك جدا وهتبقى عندك معلومات كتيرة حلوة بالنسبة لموضوع إن زادت إنتاج البيض ده الشرط الأساسي في زادت إنتاج البيض أو إن يكون عندك فراخ تبيض وتقط سنة واثنين وتلاتة تبيض بشكل كويس لازم نختار نوع الفراخ الصح يعني فيه أنواع كتيرة فراخ كل الأنواع دي بيقولك عليها بلدي لكن في الحقيقة وفي الواقع لا فيه كذا نوع كده ما ينفعش تقل عليها إن ديها تفراخ بلدي أصلا للبيض زي الفيوم الروزي والفراخ الجميزة الهاجين النوعين دول ما ينفعش أبدا أسيبهم لإنتاج البيض ولا الساسه طبعا ولا لبيض دول ما ينفعوش خالص لإنتاج البيض دي فراخ اسماء فراخ تسمين بلدي تسمين يعني الفيوم الروزي والجميزة الهاجين كمان الحاجات اللي هي الأنواع اللي بتمفع لإنتاج البيض دي ميزتها إنها ما بتاكلش كتير وبتاكل أي حاجة تقدر تأكلها أكل البيض مجرد أنه بتعدي الخمسة وعشرين يوم أو التلاتين يوم مع شوية علف بقى العلف الترتيب بتاعه الصح إننا وهم لسه صغيرين بحط علف تركيز تلاتة وعشرين في المية الشهر الأولين وبحط علف تركيز واحد وعشرين في المية الشهر الثاني والشهر الثالث كمله تسعين يوم ببدأ حط علف تركيز تمنتاشر بتاعه تركيز ستاشر في المية اللي هو العلف البيض تركيز ستاشر في المية وطبعا كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة على القناة بعمل اليوم عالفة ممتازة جدا لإنتاج البيض من أول ما بيكمله تسعين يوم موفرة اقتصادية وماشاء الله بتعلي نسبة الكلسم وبتزود إنتاج البيض كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة واللي انتوا عايزينوا اسألوني عنه العشبة بقى بتاعت النهار ده يعني أنا هتطر حطها أولا أنا محتاجة أن أنا حطها علشان الفوائد بتاعتها مهمة جدا وكمان مفروض تحطيها من عمر شهر لو أنت تقدري يعني لو متوفرة عندك وكده خطيها رخيصة أصلا نجيبها من عند العطار من مميزاتها الجميلة جدا إنها مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية ومن أجمل مميزاتها وعشان كده بقولك بتأسس عن قوض البيض وبتزود إنتاج البيض لو عندك فراغ كبيرة أصلا بتبيض إن هي بتطرد التفايليات والفطريات والتفايليات والفطريات لما بتزيد في جسم الفراغ بتمنحها من إنتاج البيض على فكرة كمان فيها بوتاسيوم وفيها ماغنيسيوم وكالسيوم ما شاء الله حلوين جدا يعني نسب عالية البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم إحنا عارفين دول أساسي برضو عشان زيادة إنتاج البيض كمان مهمة قوي قوي في إنها بتزبط الهرمونات عند الفراغ وفيها فيتامين سي وفيها كولاجين وعلشان كده بتخلي جسم الفراغ حلو جدا وقدرتها على إنتاج البيض عالي فيها فيتامين آلف فيها حاجات كتيرة قوي يا جماعة ومهمة قوي 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 لازم نستخدمها للفراغ من أول عمر شهر فيها مركبات نشطة فيها مركبات أحماض أمينية وفيها أحماض كتيرة جدا فيها فيتامينات ومعادن زي مثلا فيها بروتين ودهون وألياف وكلسام وحديد وبوتاسيوم وماغنيسيوم وأحماض زي حمض الفليق وفيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين خلوا بالكوا فيتامين كده لما بينقص هو وفيتامين آلف هي فيها فيتامين آلف كمان الاتنين دول بيخلوا الفراغ تقطع بيد أو الناس اللي بتلاقي الفراخ البيضة عليها دم باستمرار أو محشورة في الفرخة ده نقص فيتامين ألف وفيتامين ك أو كاف فانت لما كوني بتدي الحاجات البسيطة خالص ده هي انت بتريح نفسك من أمراض غريبة ومعضلة يعني هيبقى صعب ان انت تعالجيها لو وصلنا لحد المرض فيها بيتا كاروتين بجد يعني الأوجبة بتاعته النهاردة من الحاجات الرائعة جدا اللي بتتقدم للفراخ بتاعتنا بتزبط كمان ضغط الدم آآ ما شاء الله حلوة قوي قوي يعني بجد من الحاجات اللي لازم نهطها للفراخ آآ بنجيبها من عند العطار في الغالب بتكون نشفة هي لها شكل أخضر وليها شكل ناشف بس احنا في الغالب مش بنلاقيها غير ايه آآ نشفة كمان من الفوائد بتاعتها انها بتزبط الدورة الدموية عند الفراخ يعني بتخلي نشاط حيوية الفراخ حلوة جدا آآ بتزبط الهضم وده مهمة قوي يعني طبعا لما بتطرد في التفايليات والحاجات دي بتخلي شهية الفرخة حلوة وطبعا احنا عارفين الفرخة لما تاكل كويس هتديكي انتاج كويس افضل وقت تأكلي فري فراخك علشان ده على فكرة يعني من أسرار التربية بتاعت الفراخ البلدي ان هم معادين مهمين قوي لازم الفرخة بتاعتك تبدأ تملح وصلتها فيهم امتى كمان هقولك على معلومة تالتة في الوسط امتى الفرخة اعرف انها قربت على وش بيت لما تلاقي وشها احمر اللي هو التربوش بتاعتها العرف بتاعتها احمر وبدأت منطقة بتاعت الودان والوش والانف والحتة دي كلها بدأت احمر وفيه كمان علامة تانية ان هي بدأت تاكل وتملح حوصالة بتاعتها والحوصالة مركونة على جنب كده والحوصالة تبان كده افهمة لسه هم صغيرين دلوقتي مهما ياكلوا الحوصالة مش باينة قوي اما تبدأ الحوصالة تبان قوي كده في الاكل تعرف ان الفرخة دي هتبقى ربط تبشر بالبيت المعادين بقى الحلوين اللي هم مهمين اول ان الفراخ تاكل فيهم عشان تنتج بيد اول معاد الفجر اول مع طلوع الشمس مع طلوع النور عشان كده بقولك حطي اكل معهم لو انت مش بتعملي اضاءة يعني مش بتقيده نور وسايبهم على نور النهار يبقى تحطي اليوم من بالليل اكل اول من النهار يشقشق لازم يلاو اكل ياكلوه وفي الغالب الاكل ده لازم يكون ناشف او جاف وتاني نوع او تاني وقت مهم جدا للأكل وهو بعد العصر قبل غروب الشمس يعني مع شروق الشمس وقبل غروب الشمس اكتر معادين لو الفرخة كالت فيهم كويس وملت حصالتها ما شاء الله هتديك انتاج بيد ممتاز هتلاقيها يعني لو كالت بالليل وملت الحصال هتلاقيها بيد الصبح لو كالت الصبح هتلاقيها بيد العصر بجد ده بيقرب قوي موعيد البيض عند الفراخ وبيزبط عن قوض البيض جدا العشبة اللي انا بكلمك عنها النهار ده هي عشبة المرامية او المرمرية المرمرية او المرامية زي ما بتنطقيها موجودة عند العطارين ريحتها جميلة جدا وحلوة جدا جدا حلوة ليك انت اصلا يعني الستات لتثبيت الهرمونات الناس كتير بتاخدها في اثناء الدورة الشهرية بتهدي القلم والمغص حلوة قوي 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 الستات اللي هي الرابط يعني تكبر شوية او الدنيا بنخبطة معاها في الهرمونات فلو تشرب كل يوم كوب من المرمرية ممتازة جدا حلوة جدا جدا طب اعملها ازاي للفراغ بتاعتي بحط مقدار معلقة كده منها هي بتبقى عبارة عن اوراق نشفة بنجيبها من عند العطار ونخيصها من شغال يعني او بعشرين جنيه ولا بعشرين جنيه هيديك حبة كويسية هاخد حبة كده معلقة وحطها في مياه في لتر مياه واغليها واغطي عليها وبعد ما تبرد بصفيها طبعا هم مش هيكلوا طفل بتاعها لانه بيكون نشف قصية نشفة كده باخد كل يوم كل يوم كوباية من اللتر ده كوباية مركزة وحطاها على لتر مياه وقدمها للفراغ اللتر ده يعمل مثلا تلات اربع كوبايات كل اسبوع او اسبوع لا وتمشي على كده طول عمر الفراغ